اسمع مني الحكاية لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي أباحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي شرع الله الهدايا لا تقل أين نعيم جنة الله كفايا جنة الله كفايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم جنة الله كفايا الحمد لله الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والصالحات وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين بأفضل صلاة وأسكى تسليمات أما بعد النهاردة أيها الأحبة سنتكلم عن ملابس أهل الجنة مش معقول أهل الجنة يدخلوا الجنة ومعندهمش ملابس لازم يدخلوا في الجنة ولهم سياب وملابس جميلة رقيقة عالية إحنا في الدنيا الموضة جننة الناس سواء كان من الرجال أو من النساء تجدهم ينظرون إلى الموضة التي حيرت العقول فستان وأنا ببص كده في أغلى الفستين لقيت فستان من ضمن الفستين الرخيصة يعني فستان زواج من ريش الطووس سعره ستة مليون دولار ستة مليون دولار ده يا أخوانا يعني بحوالي أربعين مليون جنيه مصر حاجة كده تعمل ميزانية بلد فستان فستان زفاف رولة ربنا يا دي اليمية بخمستاشر مليون دولار حاجة رائعة أحدهم بيشتري فستان كانت لبساه الممثلة مارلين منروغ في فيلم من الأفلام الفستان ده يعني في عرفنا احنا يسوي سواء تلاتين جنيه ونص إلا خمسة ارتدت هذا الفستان في فيلم يعني حوالي خمس دقائق في المشهد سبحان الله شريب نص مليون ده الكلام ده كان من زمن دلوقتي زمانه غلي يعني حاجة عجيبة الشكل احنا يا أخوانا ليه بنا مبهر بثياب الدنيا ليه عقولنا بتروح ليه ما بنرضاش الله جل وعلا في الدنيا حرم علينا من خلال كلام النبي لبس الأشياء اللي فيها مياعة اللي فيها خنوثة اللي فيها شيء من الإسراف الزائد اللي فيها شيء من الأشياء التي تجعلنا نستكين ولا نعبد الله أصلا فحرمها علينا الله سبحانه وتعالى لأنها ممكن توصلنا لأن احنا نركا إلى الدنيا من ضمنها مثلا على سبيل المثال الحرير منع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال خاصة من لبس الزهب والحرير ورد في الصحاح عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة النبي نهى عن ذلك وعن البراء بن عاذب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز ما تصلي على الحبيب النبي محمد أمرنا باتباع الجنائز أمرنا بعيادة المرضى أمرنا بإجابة الداعي أمرنا بنصرة المظلوم أمرنا بإبرار القسم أمرنا النبي برد السلام أمرنا النبي بتشمية العاطس ثم نهانا عن سبع عن الآنية من الفضة يعني ما نقولش في آنية الفضة أخونا ده في لعنة لا نأكل من آنية الفضة أو نلتدي خاتم الذهب أو نلبس الحرير أو الديباج أو الكسي أو الاستبرك كل ده منهى عنه في الدنيا حرم النبي صلى الله عليه وسلم لبس خواتم الذهب للرجال وارتداء ملابس الحرير حتى المخطط منها بالحرير وما غالص منها في الحرير النبي محمد لما حرم هذا لم يحرموا على النساء من خلال حديث التلمذي والحديث حسن صحيح حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لنسائهم طيب يا إخوانا اللبس ده ما بيبقى محل بأشياء؟ لا ده بيبقى محل بأشياء جميلة جدا وبيبقى فيه من النعيم والملذات ما يطيش العقل إن لم يقدر الله لنا حياة في الجنة أجمل الملابس وأبهاها وأجملها اسمع قول الله سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها يحلون يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير يعني سندس ما رقى من الدباج والحرير سندس ما رقى من الدباج والحرير استبرق ما أغلظ منها يعني هو الحرير السميك أحسن الألوان في الجنة الأخضر من الثياب طبعا الأخضر وألين اللباس من الحرير بس مصنع في الجنة ولذا جمع الله بين الحسن واللين فيه ثياب تبقى جميلة أوي لكنها ما تبقاش لينة على جسمها وفيه ثياب لينة بس تحسن أنها رخيصة ومنهاش يعني قيمة الله جل وعلا جمع لنا في الجنة بإذن الله يجعلني وأن يقوم من أهل الجنة بين اللين وبين الحسن وعندنا حديث أبي سعد بن أبي وقاص عن الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صيح الترمذي أن الرجل خلي بالك ذا الرجل كمان مش المرأة مع أن المرأة ثيابها وما عليها من الجمال عظيمة جدا الرجل لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدأ أساوره أو بدأت أساوره تبدو على الأرض أو بين السماء والأرض لغطى ما خرج من هذه الأساور على ضوء الشمس والقمر تطنص ضوء الشمس يا الله أموالي الرجل ده يبقى شكله إيه أصلا لما تضوء لخارج من هذه الأساور بهذا الأمر ده يبقى شكله جميل أوي شكله رائع أيها الأخو الحبيب من خصائص ثياب أهل الجنة أنها لا تنقطع ولا تبلأ ما بتقدمش وهي طيبة رائحة يعني مش بحتاج أنك تحط فيها بعض المعطرات لا طيبة رائحة بذاتها بعكس بقى ثياب أهل النار وبضدها تعرف الأشياء قطعت لهم ثياب من نار سرابيلهم من قطران تغشى وجوههم النار لا أنت هنا بقى في جنة عشان كده بقول لك اصحى معانا يا نايم موحد الملك الديان جل في علاه اسمع بقى عايزك تعيش لحظات إنك تبحث لنفسك عن هذه الثياب بدلا من أن يكون هناك ثياب من نار جهنم ربنا عافينا أياك عايزك تكون من عباد الله الصالحين ولله در العبد القائل لله أقوام أخلصوا في حبهم فأحبهم واختارهم خداما لله قوم أخلصوا في حبهم فأحبهم واختارهم خداما قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا منالك سجدا وقياما فسيفرحون بورد حوض نبيهم وسيسكنون من الجنان خياما اشتغل يا أخي عاوز ترتدي هذه الثياب الجميلة عاوز يبقى لك هذا المسكن الرائع عاوز يبقى لك هذه الأنهار اللي تمشي فيها تجد على حفتيها الحور يتغنين عايز تشم رائحة القصر من بعيد ده أنت هتبقى فيه ولا فيه تشم رحة القصر ولا تشم رحة الثمر ولا تشم رحة الثياب اللي أنت لابسه ولا الطيب اللي طالع منك أصلا رشح المسك يعني مش أقول لك بقى أغلى عطر على وجه الأرض لا والله عطور الدنيا كلها لا تساوي رشح الذي يخرج من جسد العبد المؤمن الذي يخرج من جسد العبد المؤمن والأمل مسلم الموحدة احنا عايزين يا أخوانا نعمل للكلام ده لابد أن نعمل لهذه الأمور والدنيا فانية لا محالة مهما أي نعت نعت ومهما كست أو كست ومهما جلت أو جلت ومهما حلت أو حلت وكم من ملك ورئيس رفعت له علامات فلما علامات كم يرتدي العبد من ثياب يشتكيه وكم تأتي الزوج على زوجها وتضغط عليه اشتري لكذا اشتري لكذا اشتري لكذا بطاعة الله سبحانه وتعالى نستطعم طعم السجود نستلذ بالوقوب بين يدي الله نشتهي الصيام كلها متعة كلمة لذة وشهوة واستفادة وربح من عبادتك لله سبحانه وتعالى الله أعد لنا الجنة فاسمع كلام الله وتدبر في قول الله سبحانه وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيمٍ أنا مش متصور إني أرى رجلا مجرد بس الثياب أو إذا بدأ الإسوير بتاعته على السماء والأرض تغطي على ضوء الشمس يبقى شوف مدى جمال هذا العبد في الجنة ومدى ما هو فيه من هذا النعيم الذي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وأهلنا منهم يا رب العالمين مش بقول لك اسم حكاية الجنة ترتاح اسمع حكاية الجنة ترتاح يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية لا تكل من أين أبدا طاعة الله بداية لا تكل أين طريقي شرع الله الهدايا لا تكل أين نعيمي جنة الله كفايا جنة الله كفايا أيها الأحبة أيها الأحبة غدا نلتقي في نعيم آخر من نعيم الجنة أحبكم في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية لا تكل من أين أبدا طاعة الله بداية لا تكل أين طريقي